السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين من جديد في قناة أخبار عجلة وحلقة جديدة من أخبار النادي الأهلي حلقتنا النهار ده فيها الأهلي يحسم ثاني صفقاته أشتوية رسميا الأهلي يجدد عقد لاعب جديد بالفريق تفاصيل الإطاحة بنجم الأهلي من قائمة المنديال تصرحات الدحيل القطري عن مواكية النادي الأهلي رد محمد محمود على إعارته للإسماعيلي وتأكد غياب لاعب جديد من النادي الأهلي عن أول مباراة المنديال الأهلي يحسم ثاني صفقاته أشتوية نجح النادي الأهلي في التعاقد مع ثاني صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد ضم الزنبي والترب والي قادم من صفوف الجونة حيث وأنهى مسؤول النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع محمد ناصر مدافع فريق سيراميكا كيلو بطرة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الأعارة حتى نهاية الموسم مع وجود مند بحقية الشراء لللاعب محمد ناصر موليد تسعة وتسعين ينضم للنادي الأهلي على سبيل الأعارة بناء على طلب من عمر أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي والذي أوصى لجنتي التطوير والتعاقدات بضرورة حسم صفقة مدافع سيراميكا خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل الإمكانيات الفنية العالية والقوة الجسمانية اللي بيمتلكها اللاعب والذي يطلق عليه بلدوزر سيراميكا يعد اللاعب هو الهدف الأول لفريق شباب نديه رغم يكون يلعب في مركز المسات برصيد 12 هدف وبعد اتقدم نادي الأهلي بطلب لصعارة اللاعب قطع نادي سيراميكا كيلو باطرة إعارة محمد ناصر من صفوف المينيا خاصة وأنه تمت إعارته لممثل الصعيد في بلاية الموسم الجاري لمدة عام الأهلي يجدد عقد لعب جديد في الفريق نجح أمر توفيق مدير التعقدات بالنادي الأهلي في تعديل عقد أكرم توفيق لعب وسط الفريق لمدة خمس سنوات قادمة لينتهي عقد اللاعب مع القلع الحمراء في 2025 التجديد جاء بنان على توصيم لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وتم زيادة القيمة المالية في عقد أكرم توفيق وتم وضعه في الفئة التانية واللي بيحصل فيها اللاعب على 6 مليون جنيه في الموسم مع زيادة في كل موسم تفاصيل قرار الإطاحة بنجم الأهلي من منديال الأندية كشفت الفترة الماضية أن وجود بعض القرارات الشجاعة من جانب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسماني للاستبعاد رامي ربيعة مدافع الفريق من حساباته ألفا نية خلال منديال كأس العالم الأندية وكذا اللاعب ألا يسافر بالفعل مع بعثة الفريق إلى قطر لو لا قرار لاتحاد الدول لكرة القدم بصفر جميع اللاعبين في قائمة كل فريق ورغم نجمية رامي ربيعة ومشواره الطويل مع القلع الحمراء وجميع المنتخبات الوطنية ولكن هناك عدد من الأسباب وراء قرار موسماني بخروج اللاعب من حساباته الفنية السبب الأول هناك أخطاء كثيرة يعاني منها رامي ربيعة في الناحية الفنية حيث أصبح لا يجد الرقابة والتمركز بشكل جيد وكلف ذلك النادي الأهلي أهداف كثيرة في الفترة الماضية من ضمن الأسباب أيضا هناك ثقة كبيرة يضعها الجنوب أفريقي بيتسو موسماني في السناء بدر بنون وأيمن أشرف في الخط الخلفي حيث يرى أن هذا السناء يتناسب مع فكره وخطته خلال تميزهم بالسرعة والقدر على بناء الهجمة من الخلف للأمام بشكل مميز أيضا السبب الثالث الإصابات المتكررة والمتواصلة لرامي ربيعة في الفترة الماضية والذي سيؤثر بشكل واضح على عودته لفرمت المباريات وكان ذلك من أهم أسباب قرار موسماني بخروج اللاعب من حساباته في منديال الأندية رد محمد محمود على فكرة عارته للإسماعيلي كشف مصدر مقارب من اللاعب محمد محمود صانع العاب فريق النادي الأهلي عن موقف اللاعب من الانتقال للإسماعيلي خلال موسم الانتقالات الحالي وكانت دارة الإسماعيلي طلبت من النادي الأهلي ضم السلاسي رام ربيعة ومروان محسن ومحمد محمود على سبيل الأعارة حتى نهاية الموسم وقال المصدر بأن محمد محمود لا يمانع في الانتقال للدرويش على سبيل الأعارة خصوصا بأن يرى بأن خروجه على سبيل الأعارة عاقب شفاءه من الإصابة أفضل حل في الوقت الحالي من أجل استعادة حساسية المباريات عاقب الإصابة للحقة بي وتسببت في ابتعاده عن الملاعب لمدة عامين وأعلن سيد عبدالحفيظ منذ أيام عن أن عودة محمد محمول للملاعب ستكون في منتصف شهر مارس القادم تصرحات فريق الدحيل القطري عن مواجهة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية علق إسماعيل أحمد مدير فريق الدحيل القطري في تصرحات الموقع الرسمي للدحيل حيث قال تنتظرنا مهمة كبيرة حيث سنظهر للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية هي مهمة تتطلب من العمل بقوة وتركيز كبير من أجل عكس التطور الكبير الذي حققته الكرة القطرية والمستوى المميز لفرينا قرعة البطولة جاءت متوازنة ووضعتنا في مواجهة مع النادي الأهلي المصري بطل إفريقيا كل الفرق المشاركة هي أبطال في قراتها وهو ما يجعلنا نرفع من نسق الإعداد لتأهيل اللاعبين بدنيا وفنيا استعدادا لهذه المشاركة قطر أثبتت للجميع بأنها تمتلك من الإمكانيات ما يوهلها لكل البطولات وهذه البطولة ستكون بروفة لكأس العالم 2022 وستثبت الكوادر القطرية قدرتها في إخراج البطولة بشكل مميز كما فعلت في الموسم الماضي الفريق سيكون جاهز لهذه المشاركة وننتظر دعم جماهير كل الأندية القطرية فالفريق سيمثل الدولة ومؤذرة الجماهير ستدفع اللاعبين وتزيد من عطائهم داخل الملعب لعب الأهلي يغيب عن أول مواجهات منديال العالم للأندية تأكد غياب محمد هاني مدافع النادي الأهلي عن المشاركة في ضربة البداية بمنديال كأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري حيث استقرى لجنوب أفريقي بيتسو موسي ماني على مشاركة أحمد رمضان بيكهام في مركز الظاهير الأيمن وكان هناك اتفاق بين الطاقم الطبي للنادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة موسي ماني على صعوبة لحاق محمد هاني بالمواجهة الأولى بالمنديال لتجنب تفاقم الإصابة لللاعب والتي كانت عرض لها وهي شد في العضلة الخلفية خلال مواجهة برمز في الدور الممتاز ويحتاج اللعب على الأقل مدة تصل إلى خمسة أيام للعودة للمشاركة مع الفريق من جديد مما سيجعل من الصعب لحاقه بمباراة الدحيل القطري والتي ستكون يوم 4 فبراير المقبل وفي النهاية بشكركم متابعين ومتسوش دعمونا بعمل لايك للفيديو والاشتراك معنا في القناة مع تفعيل رمز الجرس ليصلكم منا كل جديد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة